وللتعمق أكثر في تفاصيل هذا الموضوع يسعدني أنا الصديف مباشرة في الأستوديو المحلل السياسي والأستاذ الجمعي دريس قصوري سيدريس مرحبا بك أهلا وسهلا ما جدوى النقاش الدائر اليوم حول تخفيض العتبة الانتخابية سيدريس بالنسبة للنقاش العتبة ليس مشكلة في حديداته وإنما المشكلة هو الحديث عن تخفيض العودة لتخفيض العتبة بمنطق الربح والخسارة فهذا نقاش إذن في نظر الشخصي غير صحيح لأنه يضر بالتطور الديمقراطية ويضر كذلك بالشفافية وبالمنحنة للتطور الديمقراطية من مرحلة الانتقال إلى الآن ولا يغير مناسب وملائم لروح وأبعاد دستور 2011 ويحيلنا هذا التراجع إلى تراجع في منحة التصاعد للديمقراطية في المغرب ولكل النقاشات والتراجعات الدستورية والقانونية لحد الساعة ويجعلنا نستمر في العيش تحت آليات استثنائية وبالتالي يستمر مدى التخبط والارتباك في هذه الأمور ويطال عمر المرحلة الانتقالية إذن لا توجد جدوى لهذا النقاش برأيك سيدريسي طيب أين تتجلى أو يتجلى دور العتبة الانتخابية وما هي وظيفتها بالنسبة للعتبة الانتخابية أن تدخل ضمن آليات تفكير في آليات انتخابية لإيجاد حلول معينة بالنسبة للانتخابات والاستحقاقات المشكلة هو أن العتبة تكون حين نفكر في تطوير الديمقراطية وتعزيزها وترصيخها وتتبيتها نجعل العتبة ترتفع وحين نريد أن نكون أكثر شفافية نجعل العتبة تكون مرتفعة ونفكر في عتبة منخفضة إذا كنا تطورنا كي لا نضر بالشفافية ولا نعود للوراء لأن من بين قواعد وعوامل تطور أي نظام ديمقراطي إجراء انتخابات في محلها بشكل دوري ومنتظم مشاركة سياسية في التصويت في الاستحقاقات المرتفعة إيجاد توسيع فضاء ووعاء المجتمع المدني وقوة وأيضا إيجاد قواعد وآليات انتخابية منتظمة واضحة دائمة راسخة يعرفها الجميع ويعرفها الرأي العام وعلى أساسها تخاض الانتخابات والتنافسية وينبغي أن تكون دائمة ومعروفة للجميع بمدة ولا نبدل فيها ونغير فيها بين فترة وأخرى اللهم إذا كان نحوى تعزيز أفق الديمقراطية مثلا رفع العتبة وهناك تعتبر هذه المسألة كلما طرأت مؤشر قوي على مدى النجوة وتطور الديمقراطية في بلد معين بالنسبة لي أنا مسألة تخفيض العتبة في هذه المرحلة بالذات أنا أعتبره مثل ما كان يقع في السابق هو أن نبحث عن بل قناة مقاعد معينة كان في السابق يتم تقطيع دوائر معينة لشخص معين أو لجهة معينة تكون صغيرة وعلى أحد المقاس كي يفوز هذا النقاش كي يضع لنا اليوم في ازدواجية الخطاب كيف من تحدث بالأمس عن منهجية الديمقراطية وقال بأن المغرب عرف تراجع حين تم التراجع عن تنصيب وزير أول في منهجية الديمقراطية اليوم نتحدث بأن تراجع عن العتبة أليس هنا تراجع عن منهجية الديمقراطية فالعقل الفاعل السياسي ينبغي أن يكون عقل واضح عقل منطقي وعقل يرى ليس المصلحة الشخصية وإنما يبحث عن المصلحة العامة وأن تعزيز وتستبيت الديمقراطية التي هي تعزيز وتستبيت الاستقرار في هذا البلد طيب برأيكم من سيستفيد من عملية تخفيض العتبة الانتخابية سيدريس؟ فعند المعنيين بالنسبة للقانون دائما من يستفيد ليس الأحزاب الصغرى هذا خطأ من يستفيد هو الأحزاب الوسطى إذا كانت العتبة صغيرة ومن أجل وضع أسس لديمقراطية حقيقية حول عقلنتها ودمقراطتها ويكون هناك تفاعل لأقطاب معينة وعدم بلقنة الخريطة السياسية وكي لا تكون هناك هجنة يتم رفع العتبة إذن من يستفيد الأحزاب الوسطى يستفيد بعض الأشخاص الذين لا يمارسون السياسة إلا في آخر لحظة وربما أصحاب المال أو الذين يشترون دزقيات وبعض الأحزاب الصغرى أقول بعض الأحزاب الصغرى أو المستقلين ولكن الخسر الأكبر هو الأحزاب الكبرى والقوية ذات التنظيمات والتي تكون ناشطة على مدى السنة وتساهم في التعبئة وتشتغل من أجل الوصول للجماهير وتكون ذات برامج وذات آفق ومشاريع وتأتي أحزاب صغرى وتستفيد لأن الأحزاب الكبرى في ظل هذه المرحلة تكون رهينة إما المستقلين إما أشخاص فرضيين إما الأحزاب الوسطى وننتج أغلبيات هاجينة وبالتالي لا ننتج تداول ديمقراطي حقيقي يجعل سكة الديمقراطية تؤدي هدفها ألا وهو استقرار البلد طيب نتحدث قليلا عن كوتا الشباب يعني هل كوتا شباب سيد ريس بنظركم مكسبا وطنيا لإشراك الشباب أم أنها مجرد ربما ريع تحاول الأحزاب السياسية في الحفاظ عليها يسمح لي أن أضيف نقطة أخيرة وأساسية مدى أننا على مدى شهور من انتخابات أن تخفيض العتباء يؤدي مباشرة إلى تخفيض التعبئة لدى الفعل السياسي والاستقطاب من طرف هذا الفعل السياسي ولا يترك للرأي العام اختيار تصويت على فلان لفلان لأنه تكون أمامه اختيارات كثيرة لأنه لا يعرف النتيجة بالنسبة للكوتا الكوتا تم إنزالها في ضرفية هل هي مكسب وطني لإشراك الشباب إذا ما فكرنا في أن نطور النخب ونحل المشاكل بين الفعل السياسي وما بين النخب وأن نفتح المجال لدرس بيداغوجي للنخب ولي الشباب هذا سيكون صحيح لكن إذا قمنا بتقييم حالي لهذه الأهداف هل بالفعل أنجزت في هذه المرحلة الانتقالية سنرى بأنه أهداف صحيحة ولكن كانت هناك انزلاقات كبيرة لأن الناس الذين وجلوا ولجوا البرلمان من القوطة وأسماء واضحة كانت هناك تم توريت مقاعد في البرلمان للأبناء وللعائلة وكانت انزلاقات وكانت فاعلية فاعلية الشباب ضعيفة إن لم نكن ونستمح أنها منعدمة وهذا خطأ وتسجل بأنها ريع واضح سواء مدي أو في الكاريير ذي الإنسان وفي تاريخه وفي هويته وفي عطاء وفي كفاءته وأنها نوزع المال بطرق غير عادلة وغير مشروعة طيب برأيك سيدريس ما هي القضايا التي يجب أن تكون في واجهة الأولويات القضايا التي طبعا قبل الانتخابات التشريعية هذه القضايا التي لحد الآن تغض الأحزاب السياسية النظر عنها أدن أن المغرب اليوم بعد الدستورة 2011 بعد تجربة انتقالية لهذه الحكومة هو في حاجة إلى تعزيز نقاشات حقيقية ليس حول أمور تقنية بالربح والخسارة وإنما كيف نرفع من كفاءة البرلمان باعتباره مؤسسة حيوية في المغرب كفاءة الشريع كيف نرفع من كفاءة الفاعل السياسي كي يكون مؤثر في الشارع كيف نصل إلى مختلف قطاعات جماهير المغربية بمختلف تنوعها وكيف نرفع من نسبة المشاركة كيف نصل إلى حل وجد قواعد وضوابط لحل المشاكل بين الفاعلين السياسيين المغاربة والخروج من خطاب الصراع إلى خطاب التنافس وإيجاد التناسق والانسجام بين الفاعلين من خلال برامج حقيقية وليس خطابات وشراعات وشعارات للبزايدة وكيف نتنافس من أجل تعبئة الجماهير واستقطابها لصالح المؤسسات لأن هنا يكمل استقرار ومكمن شرعية الدولة والنظام والجميع وليس المصلحة الشخصية نعم إذن موضوعنا اليوم كان حول العتبة الانتخابية وكطة شباب شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والإضاءات القيمة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ذريست سوريا وشكرا لحضارك معنا شكرا لحضارك